أهلا بكم أحباء الكرام وصلني تعليق من أحد المشاهدين يقول الأستاذ محمد في هذا البرنامج تحولت من متخصص في المخطوطات والوطائق التاريخ المبكر للإسلام إلى متحدث عن الفرق والمداهب والأديان فمقارنة الأديان بلا أدلة ووطائق لا تفيد المشاهدين أقول لهذا الأخ الكريم التاريخ المادي المبكر للإسلام لا يتوفر على وطائق كثيرة تفيد الموضوع ولهذا قلت مرارا وتكرارا بأن متخصصين يسمون هذه الفترة يعني القرن السابع الميلادي بالثقب الأسود بلاك هو لكن القراءة ما بين السطور لهذه الفرق والمداهب والديانات يمكن حصول على معلومات قليلة لكن مفيدة للغاية ولهذا السبب كنت أقول ولازلت إن الموروط الإسلامي هو عبارة عن منجم نخرج منه آلاف الأطنان من التراب للحصول على حفن من الدهب وهذا ما نقوم به خلال هذه الحلقات ففي الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن اختلاف كتاب الدروز يعني الكتاب المقدس للدروز الموحدين عن كتاب المسلمين اللي هو القرآن رغم أنهما من مشكات واحدة وأصل مشترك كذلك لاختلاف موجود في الصلاة والآن نكمل الحديث عن الصيام ووقفنا عند صيام اليهود أما الصيام عند المسيحيين فيختلف عن الصيام عند اليهود والمسلمين فهم أي المسيحيون يصومون أربعين يوما ويسمى الصوم الكبير وذلك قبل أسبوع الألام يعني صلب المسيح بإضافة إلى أربعة أيام تعويضية عن أيام الأحد التي يتم الإفطار فيها والصيام يكون عن المواد الحيوانية كل ما هو حيوان يعني لحوم ومواد دهنية وغيرها أي صيام نباتي وهناك أيام أخرى للصوم كصوم الرسل وصوم الصغير قبل عيد الميلاد وصوم العذرة وكلها غير إجبارية فالدروز لا يصومون رمضان كالمسلمين لماذا؟ لأن الصيام لا يعني فقط الامتناع عن الأكل والشرب فالإمساك عن الكلام هو نوع من أنواع الصيام الصوم عن الفحشاء والمنكر كذلك نوع من الصيام الامتناع عن الشهوات وضبط النفس هو نوع كذلك من أنواع الصيام الصوم عن الطعام من أجل تقديمته للفقراء والمعوزون هو نوع من أنواع الصيام فالقرآن لا يحدد نوع هذا الصوم إلا في الخبر كما هو صيام عن الكلام وذلك كما جاء في صورة مريم فقلي إني ندرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية الآية 26 وكذلك في آل عمران 41 هذا الصيام عن الكلام يكون فقط ثلاثة أيام ننتقل إلى مسألة الحج فالدروز لا يحجون لمكة أولا لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا وبما أن الدروز الموحدون يخافون على أنفسهم أخطار الطرق ومشاركة المسلمين تقوصهم فباختصار هم لا يحجون لمكة وتأدية فريدة الحج والبعض منهم لا يعتبرونها أي مكة مكانا مقدسا لأنها في نظرهم مقترة الكفر لماذا؟ الجواب لأن مناسكها تخلد ذكرى مناسك الوتنية وعبادة الأصنام ألا يطوف المسلم على الحجر الأسود كما طاف أهل الله والعزة؟ ألا يرجم كما كان الوتنيون يرجمون أيام الجاهلية؟ ألا يقدم المسلم الدبائح في ميناء كما كان عبادة الأصنام يقدمونها لآلهتهم؟ ألا يسعون بين الصفا والمروى كما كان الوتنيون يسعون بين إساف ونائلة؟ لكل هذه الأسئلة من أجل التدبير والتفكير بسقوط الدولة الفاطمية الشيعية الإسماعيلية انكمشت هذه الفرق على نفسها ومنها ما انقردت وبقي فقط ذكرها فتعود هذه الفرق المتبقية إلى التمسك أكثر بمبدأ التقية كما جاء في صورة النحل 106 وتشددت فيها حتى أصبحت هي المهيمنة على العقيدة ولعل الحديث الذي روي عن الإمام السادس أحد أئمة أهل البيت أحفاد الرسول وهو أبو عبد الله الصادق حيث قال لأبي عمر الأعجمي يا أبو عمر إن 19 أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له ذلك نجده في أصول كافي للكويلاني وكذلك بحار الأنوار المجلسي وغيرها من الكتب الشيعية إذن 90% من الإسلام الشيعي مخفي عند الأئمة لا يعلمه إلا هم ويشعر المسلم الشيعي البسيط بعلامات استفهام حول العديد من الأمور التي هي ضبابية بين السنة والشيعة على سبيل المثال موضوع المصحف فالرواية تقول إن الإمام علي بن أبي طالب كتب بيده المصحف لكن ما هو بين أيدينا فقط مصحف عثمار بن عفان ومن المؤكد أن هناك اختلاف بينه وبين مصحف الإمام علي وإلا لما كان داعيا لكتابته أصلا فهل ضاع مصحف الإمام علي هذا السؤال أم هو موجود بين يدي الإمام المهدي الذي يقال أنه في السرداب ويقولون عجل الله فرجع وبالتالي يقر المسلم الشيعي مجبر بما هو موجود في مصحف عثمار بن عفان إذن خلاصة القول وردا على من يؤيد اتفاق المداهب والفرق الإسلامية على نفس التاريخ المبكر للإسلام في الحقيقة عندما نضع هذه الفرق وخاصة المستضعفة منها تحت المجهر البحث نجد في الواقع أن التقية هي سيدة الموقف وليس بالضرورة ما يقولونه هي الحقيقة فتخيل أخي المؤمن المسلم لو استطاع موحدون الدروز وهذا فقط تشبيه بقوة السيف والإرادة أن يتغلبوا على كل أعدائهم ويهزمون كل معارضهم أليس من الطبيع أن تسود عقيدتهم وتصبح هي العقيدة الساطعة على أرض الإسلام الإسلام انتشر في معظمه بحد السيف كما تفيد الروايات الإسلامية ومؤخرا بعملية التكاتر ونادرا ما آمن أحد غير المسلمين بما يقدم له أو إليه من حقيقة عن الإسلام وتاريخه المجيد فمن منا يمتلك الحقيقة المطلقة لا أحد الكل يعتقد أنه يمتلكها ولا يحسن في الظروف إلا السيف والمال كما أخذ ابن إسحاق من الخليفة أبي جعفر المنصور العباسي ليكتب له تاريخ الإسلام الذي كلنا نعرفه وأصبح من البديهيات كم أخذ الإمام مالك رضي الله عنه عن الخليفة نفسه ليكتب كتابه الشهير المغطأ وكم من رأس قطعت بسبب قولها الحقيقة التي تراها مطلقة وهي في الأصل سراب ناتج عن الأسطورة أعود وأقول وقفة للتأمل ودعوة للتفكير نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر